السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف الشطرانج معكم ياد رضوان رح نشوف مجموعة من المواقف الجميلة جدا اللي صارت من مباريات حقيقية واستثمر اللاعب الفائز فيها الهجوم من خلال الأعمدة فهذا هو الموقف الأول طبعا هون النقلة لللاعب الأسود فوقف الفيديو حاول تلاقي النقلة الآن عزيزين مشاهد غالبا اللاعب رح يفكر بالنقلة رك على الF6 على فكرة انه بده يجي بالقلعة على ال H6 لحتى يضغط او يعطي كشمات من خلال العمود المفتوح H ولكن عزيزين مشاهدين نقلة رح تكون بطيع جدا لانه اللاعب الابيض رح يكون عنده نقلة دفاعية ورح يكون عنده وقت جيد للدفاع من خلال نقلة كوين على ال F1 طبعا الآن نقلة القلعة على ال H6 ما رح تعمل اي شي لانه الوزير على ال G2 يعني رح يدافع عن المنطقة والوضع تقريبا تعادل او حتى افضلية بسيطة للاعب الاسود ولكن اكيد ما في حسم بهاي اللحظات فاذا نرجع على الموقف من اوله النقلة هون عزيزي المشاهد النقلة القوية هي الهجوم من خلال العمود F بالتضحية بالقلعة طبعا الآن بدنا كشمات بالوزير فبتوقع لازم اللاعب الابيض يقبل هاي التضحية فالآن الكوين على ال H2 كش لاحظ الفكرة انه الملك مخنوق فممنوع يطلع فبالتالي مجبر انه ينزل على ال F1 only move والآن القلعة بتروح على ال E7 وبدنا نعطي كش من خلال العمود F طبعا هاي الكش ما الى اي حل واللاعب الابيض لازم يخسر خسارة مادية كبيرة لحتى يتفاداها مثلا اذا راح بالقلعة على ال C1 على فكرة اعطاء خانة هروب للملك ولكن ما راح تنفع وهي الخانة طبعا كش من هون مثل ما نك شايف اجباري الملك على ال E1 والآن القلعة على ال F2 وبدنا كش مات طبعا لا تحل فممكن هون الكوين على ال F1 حتى لو اكل الوزير عزيزي المشاهد راح يضل في عنا مكسب للاعب الاسود ولكن الفكرة هون انه لا تكون طماع والعاب النقلات الافضل فكر بافضل نقلة اذا شفت نقلة جميلة ففكر باجمل منها هون اكيد لاعب الاسود ما راح ياكل وزير وانما راح يلعاب روك تيكس بي 2 وايضا بدنا كش مات الان من هون طبعا مستحيلة الحل فاي حركة للوزير ممكن يكون في عنا كش مات ايضا من هون هون اذا بعد ما لعبنا القلعة على ال E7 اللاعب الابيض ما عنده اي خيار غير انه يجي بالوزير على ال F5 لحتى يغطي هاد العامود ولو على حساب يتضحية بالوزير هاي هي النقلة الافضل فهون فعلا راح نلعب القلعة على ال F7 طبعا انك تاكل القلعة اكيد يعني الدور راح يكون صعب جدا لانه الملك محصور وبنفس الوقت القلعتين بوضع سلبي جدا ولا يمكن انهم ينتشروا بسرعة فبالتالي يعني راح يكون في عنا وقت لا اللاعب الاسود لحتى يطور موقفه من خلال ال H5 ال H4 بعدين ياخد هاد البيضق فمثلا اذا تحرك القلعة راح يكون في عنا كيش ورح تروح للقلعة التاني فمحتاج لوقت لحتى تستطيع انه يحط القلعتين على عامود واحد فالان H5 القلعة على C3 وعنا H4 طبعا في حال اكل راح يجي لهون وبدنا كيش مات اكيد ما في الى اي حل اذا اجت القلعة لهون راح يكون في عنا كيش مات فهي الفكرة هون راح يكون في عنا مكسب سهل للعب الابيض طبعا هون ممكن الوزير يروح على ال F4 فايضا نفس الفكرة ورح يكسب ال Rook على E2 يخسر قلعة هاي افضل نقلة او ال Rook على C1 فمتابع بال H4 ومكسب سهل اللاعب الاسود خلينا نشوف موقف تاني هذا موقف تاني من مباراة من مباريات كاسبروف عندما كان شابا يعني قبل ما يصير بطل العالم كان في عنده ابداعات جميلة اهلته لا يكون بطل العالم بهذا الموقف اللاعب الابيض يلعب ويربح وقف الفيديو حاول تلاقي النقلة عزيزين مشاهده هون كاسبروف لعب ال Rook على F6 نقلة جميلة جدا طبعا اكيد مبدأيا ما فيك تاكل القلعة فهي امانة تضحية لانه هون راح يكون في عنا كشمات مباشرة طبعا اللاعب الابيض هون عم يهدد انه ياخد هاد البيض اقوى بالتالي يعني راح يكون في عنا كشمات فكيف راح نحمي هاد الموقف طبعا انه يجي الحصان على F8 بحيث انه يقدر يغطي من هون اكيد ما راح يفيده شي لانه هون راح يكون في عنا نقلة جميلة جدا هي التضحية بالوزير التضحية بالوزير افضل بكتير من التضحية بالقلعة عزيزي المشاهد اجباري هون راح يأكل ورح يكون في عنا كش بالقلعة ثم اكيد كش مات فاذا الحصان ما بيقدر يروح على F8 فراح على G5 فهون راح يكون عنا نقلة جميلة ايضا وهي التضحية بالقلعة التانية لاحظ اللاعب الاسود عنده بيدقين اخدين قلعتين ومع ذلك ما بيستطيع انه ياخد اي منهم طبعا في حال اخذ القلعة هاي بالبداية فهون راح يكون في عنا الروك على H5 طبعا هذا البيضاق يعني صار مهدد تهديد خطير ولا يمكن الدفاع عنه الدفاع عنه من خلال نقلة الكوين ما راح تفيد كتير فهون راح ناخد بيق القلعة مع كش طبعا الملك على G8 وهون راح يكون عنا نقلة قوية رك على H7 لحتى يمنع هاي الخانة من انها تنحمى بيق الوزير بعدين اكيد راح يكون في عنا يكون على G3 مع كش مات فلذلك اللاعب الاسود راح يعجل بتضحية بالوزير طبعا راح ناكل راح ياكل والان راح ناخد هاد البيضاق مع كش اكيد ما فيك تاكل لانه راح يجي الوزير مع كش وياخد القلعة فلذلك يعني الملك راح يروح على ال F8 راح يجي الوزير كش ومن ثم راح تروح القلعة التانية ومكسب سهلة الابيض فهي في حال اخذ اللاعب الاسود القلعة هاي فلذلك هون اللاعب الابيض راح ياخد القلعة التانية وهون راح ناخد بالوزير وايضا راح يكون في عنا تهديد من خلال العامود H كش مات طبعا اكيد لحد لان ما فيك تاخد هاي القلعة راح يكون في عنا كش مات بتلاتة كوين على H6 كش كش من هون اللاعب الاسود ما عنده اي رد اخر محاولة عند اللاعب الاسود تحريك الملك فهون راح يكون في عنا ايضا تضحية بيلقى العارك على G7 كش اكيد ما فيك تاكل لانه راح يكون في عنا كش مات متل ما نك شايف فايزا الملك على F8 والان الكوين على H6 وايضا في عنا كش مات بتلات نخلات فايزا ملاعب الاسود بعد هاد الخط استسلم هون ما عنده اي شي افضل الحلول هو الخط اللي شفنا انه ياخد القلعة راح نجي بالكوين الملك على G8 الكوين على H5 والان G6 فايزا هون راح يكون في عنا تضحية بالفيل Ftx G6 والان رك على G6 كش طبعا ما فيك تطلع بالملك هون راح الوزير ورح يموت الملك فايزا هون اللاعب الاسود مجبر انه يغطي بالوزير راح ناخد راح ياخد في عنا E6 وافضلية كبيرة للاعب لبيض رغم انه يبدو انه قلعتين مقابل وزير ولكن عنا افضلية كبيرة للاعب لبيض هذا كان الفيديو لليوم ان شاء الله يكون عجبكن لا تنسوا الاشتراك بالقناة لا توصلكم كل المواقف الجميلة نلتقي مجددا باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله